السلام عليكم وأنا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا أمام حلقة خاصة أمام البرهان versus حميتي مواجهة عسكرية في الشوارع السودانية الآن السودان بين عسكرين بين قيادة عسكرية رسمية هي عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني وبين محمد حمدان دقلو أو حميتي كما يطلق عليه إعلاميا وهو قائد الجنجويد أو قوات الدعم السريع بين حميتي وبين البرهان تصريحات كثيرة في الساعات القليلة الماضية لازالت المواجهات مستمرة ونحن نتحدث الآن غالب الأمر أن هذه الحلقة ستكون بأكملها لتغطية ما يجري في السودان ومتابعة مصير جنودنا المصريين لأنه في بيان عاجل صدرة قبل دقائق من بداية الحلقة أستعرضه مع حضراتكم لكن خليني أبدأ بالتصريحين الأبرز النهاردة من بداية الأحداث عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش قال لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظى وعبرة للناس وإن ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة وهناك أنباء عن قرار رسمي سيصدر من الجيش في الدقائق أو ربما الساعات القليلة القادمة بحل ما يسمى ميليشيات الدعم السريع نأتي إلى هذا الرجل حمدتي محمد حمدان دقلو حمدتي قائد قوات الدعم السريع قال اليوم في تصريحات كان أبرزها نأسف للقتال مع أبناء شعبنا لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك المعركة ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة البرهان إما سيسلم إلى العدالة أو سيموت إذن نحن أمام مواجهة عسكرية تجري الآن في الشوارع السودانية في وقت ارتفعت فيه أعداد المصابين منذ صباح اليوم 80 إصابة حتى الآن في هذه المواجهات ولكن البيان اللي صدر قبل بداية هذه الحلقة مباشرة من قيادة قوات الدعم السريع بيان للشعب السوداني رقم أربعة أعلنت فيه قوات الدعم السريع سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها واحد القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اثنين رئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جاري حصرها وفقا للبيان تحدث البيان أيضا عن القوات المصرية ودي النقطة الحقيقة اللي بالنسبة لي مؤلئة كصحفي مصري ومواطن مصري بيتابع مشاهد لجنود من الجيش المصري قاعدين على الأرض وفي نقيب بيقول له أنا المسؤول عن الناس دي يا باشا أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية بيان المتحدث العسكري قال ان احنا بنتابع وهب بالجميع أن يحافظوا على الأمن والأمان والسلامة بتاعة العسكر المصرية